بخصوص آخر مفاوضات الهدنة في غزة فقد أعربت تسعة مسؤولين حاليين وسابقين في الدول المشاركة في محادثات غزة أعربوا عن إحباط متزايد من عدم إحراز تقدم في المفاوضات وتشاؤم يزداد عمقا بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق بحسب صحيفة واشنطن بوست الصحيفة نقلت عن المسؤولين أن النقطة الرئيسة الشائكة هي مطالبة نتنياهو بالسماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في مر فلاديلفيا وذلك وذكر مسؤولون أمريكيون أنهم يواصلون السعي للحصول على التزامات من حماس بشأن جوانب مهمة من الاتفاق وعلى الرغم من كل كافة المؤشرات السلبية تمضي الولايات المتحدة بدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرة مسؤولون أمريكيون مطالعون أكدوا بحسب ما نقلت صحيفة وولف ستريت جورنال أن واشنطن لن تنسحب من محادثات غزة لأنها تريد إنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهرا وأشاروا إلى أن الصفقة المعروضة حاليا على الطاولة تمنح حماس أغلب ما طالبت به إلا أنهم اعتبروا أن الحركة لا تزال أقل استعدادا للموافقة على الاتفاق في المقابل كشف مصدر إسرائيلي في حزب اللكود الحاكم أن رئيس الوزراء نتنياهو رفض المقترح الأمريكي الأخير منذ أسابيع عدة إلا أنه رأى أن التمسك بالسيطرة على ممار فلادلفيا يشكل حجة قوية وخدعة فعالة للتهرب من الاتفاق وفق ما نقلت صحيفة هاريتسال إسرائيلية في الوقت نفسه قال عضو الحكومة المستقيل بني جانتس قال إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في محور فلادلفيا كونه لا يمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل وليمكن أن يكون مسوغا لمنع التوصل إلى اتفاق لاستعادة بقية الرهائن هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولا إسرائيليا أبلغ الوسطاء موافقة تل أبيب على الانسحاب من محور فلادلفيا خلال المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار وقبل ذلك قال المتحدث باسم الأمن القوم الأمليكي جون كاربي قال إن المقترح بشأن صفقة الرهائن يعتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان على طول الممر والمناطق المجاورة له في المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع ولم يوضح كاربي ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم السماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في مناطق أقل كثافة سكانية على طول الممر وكانت إسرائيل قد وافقت على الانسحاب من محور فلادلفيا في المرحلة الثانية من صفقة إطلاق صراح الرهائن فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر موقف الولايات المتحدة التي تعارض الوجود الإسرائيلي في غسة بالتأكيد يمكن إنقاذ المحتجزين الأحياء ولقد قامت إسرائيل بذلك وعلى نفس المنوال أنقذت واشنطن بعض المحتجزين في أماكن أخرى حول العالم لذا لا ينبغي لنا أن نستبعد ذلك الجلوس على طاولة المفاوضات هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله استعادة جميع المحتجزين الأحياء ولقد شددنا على ذلك منذ البداية لن أعلق على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بخصوص محور فيلاديلفي لقد كنا واضحين تماما بشأن موقفنا عندما يتعلق الأمر بغزة وعندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية عندما يتعلق الأمر في النهاية بحل الدولتين